شباب تالت عدية دي بنكمل حل اسئلة الهومورك اكسرسايز ون في الجومتري ونمبر سيكس تعال كده نشوف نمبر سيكس بتقول ايه بيقولي كده اتفقنا مع بعض ان طالما في انجل بنينتي يبقى اول ستب نجيب السايد الناقص مين السايد الناقص البي سي اول سؤال نسأله نفسين هو البي سي ده سايد ولا هايبوتنس هنلاقيه ان هو في ويش الناينتي يبقى ده هايبوتنس يبقى نجيبه ازاي نعمل السايد الاولاني اللي هو 15 ونروح كاتبين باور 2 بلاس السايد التاني اللي هو 20 ونروح عاملين باور 2 هايطلع بكام هايطلع ب25 سنتيميتر وتعال نروح حطين على الرسم 25 سنتيميتر قلنا ايه بروف ذات فاباقوله كده ان الليفت هاند سايد ووحدة ووحدة كو ساين سي مالتبلاي كو ساين بي بعد كده ماينس ساين سي مالتبلاي ساين بي ركز بقى معين ادي انجل سي اهي عايزين نجيب الكو ساين سي الكو ساين سي كو ساين كح اي اتش يبقى ادجيسنت اوفر هايبوتنس اللي جنبها الادجيسنت ليها اوفر الهايبوتنس اللي قصاد مين الناينتي مين جنب السي المفروض تقولي 15 حلو خالص مين الهايبوتنس اللي هو مين 25 حلو تعالى نشوف كو ساين بي بي دي انجل تانية خالص فانا عايز الكو ساين بي يعني اللي جنب البي الادجيسنت للبي اوفر الهايبوتنس مين جنب البي مين لازق في البي ال20 مين الهايبوتنس المايل 25 مينس نرجع تاني لانجل سي بس المرة دي عايزين نجيب مين الساين الساين اوبوزت اللي فوشها اوفر الهايبوتنس يعني مين اللي فوش السي ال20 مين الهايبوتنس ده سابت 25 طيب ساين بي علشان اجيب الساين بي بابقى عايز الابوزت للبي اللي هو 15 اللي فوش البي 15 اوفر الهايبوتنس اللي هو كام 25 بص كده معي ادي 15 اوفر 25 مالتبلاي 20 اوفر 25 مينس 20 اوفر 25 عايز كده مالتبلاي 15 بننقل الاركام ما بنعملش حاجة اوفر 25 ودوسنا ايكولز ها تلعب بكام تلعت بزير رحت سميت ده ايه نومبر وان معي طيب الراية هاند سايد مفروش اي حاجة هو كتب الاجاب راية هاند سايد برضو كام بزير اروح انا مسامي دي نومبر كام نومبر تو وروح اكتب في الاخر فروم وان ان تو حاجة من الاتنين يا تكتب ان الناحية الشمال ايكولز الراية هاند سايد يا اما تكتب اللي هو كان كتبه في المسألة نفسه اللي هو الصطف دوت تمام لو كتبت الليفت ادي رايت اوكي لو كتبت المسألة برضو اوكي كده خدت فول مارك وكده خدت فول مارك ترجمة نانسي قنقر